ازيد من 4 مليون هكتار تم استصلاحها في إطار إعادة تهيئة السد الأخضر تهيئة ستساهم في محاربة ظاهرة تصحر والتغييرات المناخية التي باتت تهدد الشمال الإفريقي ستقرز بمجرحة أعضل العمل على الوصع تقيم الشمال الإنجاية المناخية التي تختبر من أجلالها لقد حضرت 45 عامنا نتنتظر عملة أقل جديدة إجمالية المباشرة كنمية التي باردightناها في كل ما يترجماتها في كل أرلع الأنظم في كل أرلع الجديدة نتحدثة لقلصلي لدينا نتيجين للعجمال المحاربة ظاهرة تقريبا أن كل ما إذا كان لدينا وضعدي وكالة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بدورها ثمنت عمليات تأهيل السد الأخضر خاصة فكرة إدماج الجماعات المحلية في عمليات حماية الغابات والفضاءات الرعاوية ن رمضة في حماية تنسيطة للإنقال إلا تقديمات عمليات التراح ايام التعليقات والفضاء في النقاط الأوسط من الحياة المتحدة للتعليقات المتحدة للتعليقات المتحدة للتعليقات التي ت plataformتحة أنها تقلل من فورات أو أغريكول لذلك الانتغرير من أجلهم والانتغرير من أجل الإكولوجي الخبراء بدورهم دعوا إلى بعض الممارسات البسيطة لتحسين بعض النقائص التي واجهت عمليات استصلاح الأراضي القاحلة يجب أن يكون هناك إينوفاسيون إينوفاسيون فين؟ يعني أن المناطق الصحراوية المناطق القاحلة المناطق هي فيها ظروف صعبة حتى للزراعة حتى للإستدامة وكما ذكر 80% من السكان الذين يعيشون في هذه المناطق يعتشون من تربية المواشي ومن الرعي يعني بطبيعة الحال الرعي وتربية المواشي هي ضغط على الموارد الطبيعية كيف يتم إيجاد هذا التوازن ما بين استعمال الموارد الطبيعية وإنتاجية هذه الموارد الطبيعية هنا يقبن التحدي السد الأخضر أو رئة الجزائر ثروة إيكولوجية تستدعي جميع السلطات للتجند من أجل الحفاظ على هذا المكسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر